اللعبين العرب بشكل عامش بس بكلم على المصريين أعتقد ده وجود لعبين محترفين عرب في الدوريات الكبيرة يساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع مستوى الكورل العربية والمنتخبات العربية ويصبوا في مصلحة المنتخبات العربية في النهاية طبعا أنا طبعا توصلت في اللقاء لكن حبيت أقدم درع نادي الشارج للقناة واللي يتمثل منبر علامي ده شرف لنا كابتن حسن ده درع ده لقناة النادي الأهلي طبعا لقناة الأهلي وإن شاء الله الأهلي والشرق فريق واحد طبعا وإن شاء الله يعني تكون لقاءات كثيرة أتمنى ده أتمنى ده شكرا كابتن حسن لفتة طيبة وجميلة كل التأدير والإحترام أهلا وكل الإمارات العربية شرقة ناصعة بيضاء في أعناقها الشعب وتحمله على أكتفها الله هذا كلمة أو شعار الإمارات الشرقة هذا يعني صاحب سمو الشيخ سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشرقة هو كاتب هذه العبارة من خلال دمج فريقين إلى فريق واحد الشرقة وكتب ذكر الشرقة وذكر الشعب أن الشارقة تحمل أفراد الشعب على كتفها فخدمة الشعب وكلمة اتخذت شعار للنادي والحمد لله نادي الشارج اليوم هو من تصدر الدوري والسنة الماضية كان بطل الدوري نتمنى إن شاء الله نشوف قريب فريقين من الإمارات يوصلوا لنهائي دوري أبطال أسي أعتقد يكون شرف أيضا للكرة العربية طبعا طبعا بالعكس هذا شيء مشرف يمكن نحن في سنة 2012 منتخب الإمارات والمنتخب مصر للمبي صعده إلى لمبيات لندن وكان التشريف للكرة العربية فنحن إن شاء الله نتجاوز حتى التشريف نوصل لجاس نتمنى إن شاء الله ما حصلتش